امتثالا للأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلال السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بتلبية طلب الحكومة الأمريكية للمساعدة في تسوية قضية مواطنين أمريكيين محتجزين لدى الأجهزة الأمنية اليمنية فقد قامت الجهات المعنية في السلطنة بالتنسيق مع السلطات اليمنية في صنعاء للإفراج عن اثنين من المواطنين الأمريكان حيث تم مساء اليوم نقلهما من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطان العماني تمهيدا لعودتهما إلى بلدهم كما نجحت جهود السلطنة في إطار مساعيها الإنسانية في الإفراج عن ثلاثة مواطنين سعوديين ومواطن بريطاني كانوا محتجزين أيضا لدى الأجهزة الأمنية اليمنية وتم نقلهم إلى السلطنة في ذات الرحلة تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم الآن عزائنا الكرام بعد هذا الخبر المهم نعود إلى مواصلة برنامجنا خضرت الشيخ ندخل الآن من أو قيد لنعلق أيضا على مثل هذا الخبر السار والسلطنة لا تزال تبذل جهودا كثيفة في إحلال السلام وفي الدعوة إلى السلام ودعوة الناس جميعا إلى أن يكونوا إخوة متحبين تقدم أن هذه الأيام المباركة هي من الأيام التي يضاعف الله عز وجل فيها وجور العمل الصالح وأنها جميعا أي هذه الأيام وعاء لأفضل الأعمال التي يحبها ربنا جل وعلا وذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر يعني عشر ذي الحجة ولا ريب أن السعي في إصلاح ذات البين وفي فك أسر الأسرى وفي تحقيق مصالحة وجمع كلمة المتنازعين على ما يؤلف لا ريب أنه من أفضل القربات والأعمال إلى الله تبارك وتعالى وكم نتمنى أن تستلهم هذه الأمة هذه المعاني في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يعود عليها جميعا بما يعود على أوطانها بالأمن والأمان واستلال أسباب الخصومات والنزاعات والسعي إلى إصلاح ذات البين فيما بينها أن تكون مثل هذه المناسبات وأن تكون مثل هذه الأيام فرصة مواتية لمثل هذه الأعمال الصالحة ونرجو الله تبارك وتعالى أن يبارك في مثل هذه الجهود وأن يعم نفعها وأن تفضي بعد ذلك بإذن الله عز وجل إلى نزع فتيل النزاع والشقاق وإلى جمع كلمة المسلمين جميعا على ما يحبه ويرضاه آمين ويعني العلم في السلطنة في هذه الأيام تقوم بجهود أيضا لوقف الحرب الدائرة في المنطقة ونسأل الله تعالى أن يوفق جميع هذا ترجمة نانسي قنقر